شراء رحمة بن إبراهيم المحلوقية الموفرة وزير الكعديم الآلي والباحثيانين والأمسكات هو احتفاء بنتائج هذا الدعم من خلال مشهور الوطني في مجال سعيدة جداً من موجودكم بعدنا اليوم في هذا المؤتمر الصحفي يقوم المختصونة بنقل عدد من خلال العربية طبعاً لما نقول اتجاع المشروع التوسع يعني اشتركوا في القناة اكتشاف لثلاث فطريات كبيرة تعرف لأول مرة في العالم بالإضافة لعشر فطريات تعرف لأول مرة في سلطانة عمان وفي شبه الجزيرة العربية مركز عمان للموارد الواثية الحيوانية ونباتية يقوم بالمشروع بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس وجامعة الظفار وبتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية لحد اليوم ما في أي بعثة أقنبية قاءت وقمعت هذه الفطريات وكذا هي أول رحلة قمع كانت في عام 2018 كلها عمانيين كلهم فنيين كلهم باحثين عمانيين في هذا المقال فهي كدنا فقط بعثات داخلية من داخل سلطانة عمان مهتمين وعندهم شغف في هذا المقال مجتمع المحلي هو العين الأولى التي تشاهد الطبيعة وتراقب الأنظمة البيئية والتنوع الحيوي منذ فجر التاريخ إلى اليوم هو اللي يحتك مع هذه النباتات هو أول الأشخاص اللي يصنفوا هذه النباتات يصنفها إلى الفائدة الاقتصادية البعض منها يصنفها سامة البعض منها يصنفها علاجية والبعض منها يصنفها رعوية وبناء على هذا التصنيف فتجد مع المجتمع المحلي خلاصة التنوع الحيوي اللي موجود في أي منطقة لذلك دوره مهم جدا ومختصر لجهود كثيرة جدا وموفر اقتصاديين بشكل كبير جدا للباحثين ترجمة نانسي قنقر